موسيقى مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح موضوع الساعة الكورونا مهما حاولنا نهرب منه فهو برضو الموضوع الأكثر تداولا في وسائل الإعلام وفي حياتنا إحنا مش عارفين نهرب منه طيب أستخدم الكحول ولا أستخدم الكولور طيب بستخدم الكولور بس ييدي بتتحرق طيب إيه أفضل حاجة أستخدمها الحقيقة إن الأسئلة كتير جدا ويمكن إحنا كشعب مش عارف لإن إحنا مش متخصصين قررنا في حكاية نجاح النجاح إن إحنا النهاردة ننهي الجدل ده نهائي ونجيب دكاترة متخصصة وأصحاب شركات متخصصة في منتجات بتقدر تدينا وقاية محترمة من الكورونا وهم اللي قلونا إيه أفضل حاجة أستخدم إيه عشان أبقى محمية من الكورونا إيدي ما تتحرقش وشي ما يتحرقش مش هطلع من الكورونا أعالج حروق بقى كده مش هتبقى حكاية يعني رحبوا النهاردة معايا بأستاذ أستاذ خالد إسماعيل صاحب شركة جانا بريتي المستحضرات التجميل الطبيعية إزاي حضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بيتي يا دكتور الدكتور أحمد السيد دبور باحث بقسم النباتات الطبية والعطرية بمركز البحوث إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك جايب لكم باحث مش أي حاجة يعني مش أي حاجة وخلاص لا ده حضرتك عامل أبحاث وعامل حاجات كتير جدا بتقول إن الكحول ده مش أفضل حاجة المفروض إن إحنا نستخدمها للكورونا لا في حاجات أفضل من كده تمام أعمل إيه عشان أحمي نفسي من الكورونا أولا بالنسبة للكورونا إحنا دايما نلجأ في الزمات الكبرى دي نشوف إيه الأبحاث اللي اتعملت لأن ده مرض هاجم عننا فجأة تمام أو تواجد زمان بس تتطور فإحنا بنشوف الأبحاث اللي اتعملت على الفيروسات الشبيهة بيها فطبعا إحنا وكمان هنرفق ده بالرابط إيه الأبحاث اللي اتعملت بحيث حضرك الناس تشوفها بالنتائج بتاعتها يعني إحنا إن شاء الله مع الحلقة هننزلكم الروابط بتاعت الأبحاث العلمية بتاعت الأبحاث العلمية مش بنقول أي كلام إحنا لا كل حاجة هنقولها بالبحث العلمي تمام فإحنا عندنا كذا حاجة معاقمات للإيد أو معاقمات للجسم القحول طبعا أول حاجة الماء والصابون دي أسهل حاجة ليه؟ لأن الفيروس عبارة عن شق دهني وشق قرق النهي فالصابون بيعمل على إزابة الشق الدهني الدهني فبيعمل على مهاجمة الفيروس وتدميره ده أسهل حاجة ومتوفرة وتقال 40 ثانية غسيل الإيد بالماء والصابون عشان يقضي على أعلى نسبة من الفيروسات حلو جدا تاني حاجة اللي هو الكحول والكحول انتشر جدا كحول الإيسانول وطبعا قالوا فيه اختلاف طب 70% طب 90% معروف إن كل معلق كل ما هو يبقى أمان أكتر البحث العلمي قال أعلى ومنظمة الصحة العالمية قالت من 60 من 62% ل70% ده أفضل شيء أفضل شيء ليه؟ لأن الكحول أولا النسبة العالية بيسبب إحمرار جامد للجلد وحسية الجلد فاحنا بنقلل من نسبة الكحول بالماء المقطر عشان نوصل لتركيز 70% طيب إحنا تاني حاجة عاوزين ما يتطرش بسرعة لأن 90% بيتطير بسرعة أسرع كمان من 70% أسرع فاحنا لو حطنا ماء المقطر بيقلل من نسبة تطيره الماء المقطر إما من الشريك جاهز أو بأبسط طرق بإنها نغلي مية ونسيبها تدفع يبقى نسبة ماء مقطر إلى حد كبير نفس الماء المقطر اللي بيبقى في الشركات حلو جدا طيب المشكلة كمان اللي ظهرت لينا اللي بدأ يدغش الكحول الإيسانول بالميسانول إيه ده؟ أه هو فيه فرق؟ هو مش كله كحول؟ لا فيه فرق كبير جدا بين الكحول الإيسانول والميسانول إزاي بقى؟ الكحول الإيسانول ده اللي مصرح بيه الكحول الإيسانول ده الكارث تمام؟ لن أعرف مين هم؟ الاتنين شبه بعض أكيد إحنا بنشتريك حلو خلاص مش بركز إيه اللي بعده؟ إيه الكلمة اللي بعدها؟ لأ أوه طبعاً بيتغش واللي بيشتري يعني مش هيميزه أو إلا أن احنا بيحصل عندنا اختبارات بنعرف نفرق بينهم بنيعمل اختبار برمجينات البوتاسيوم بنعمل اختبار كليفورم ده في المعمل إنما أنا كعميل جاي أشتري الإيسانول باختبره إزاي أبسط طرق بيحته وبيولع بيبقى أنا كده دكحل اختبار اللهب نفس ما حضرتك قلت بس اختبار اللهب ده اللي بيميز لو إيسانول بيدي لون أصفر برتقالي عند الطرف لو جاي نولع فيه هيدي لون أصفر برتقالي فاتح شديد الحمر ده لو عملته في البيت هيديني النتيجة دي آه تمام والتاني الميسانول بيدي أزرق باهت تمام تمام فده دي المشكلة اللي بينهم طب الميسانول أضراره لا الميسانول بيسبب كانسر بيسبب كانسر للجلد بيسبب عونات جلدية إحنا في شغلنا كناتات طبية آه إحنا بنستخلص كمواد فعالة ممكن بالإيسانول بالميسانول بالكلورفون بالعديد من الكحولات بس أنا كحاجة أحطها على جلدي لازم أستخدم الإيسانول ده في مستحطه على وشها كمان هو على وش دي ممكن بس يعني هو بتطير بسرعة وما ينفعش يزيد نسبته لأنه هيسبب إحمرار الجلد جامد مع الكتر الاستخدام وده اللي بيحصل آه طبعا وحروق وده كمان كده كانسر كمان يعني ده الحكاية ده هو ميسانول وهو دلوقتي تقريبا إحنا مش عارفين الفرق يعني إحنا بنشتري أي حاجة وتقريبا كمان بنلاقيه ميا يعني إحنا في الآخر بسعاد بنيجي نولع وبتعم بنلاقيه ميا طيب إحنا قلنا إن ده الكحل إيه اللي خلاكم تبدأوا وتفكروا وفي حاجتين بعد إذن حضر وفي حاجتين كمان في أحدث الأبحاث اللي هو السيد سيليك أسد ده إيه كمان ده بأبسط الطرق زي ما كنا نستخدم كابسوة اسمها ريفو ده سيد سيليك أسد تمام بس إحنا كشغل نبيطات طباية وعطرية السيد سيليك أسد ده بيستخلص من صفصاف وبيخش يعني نصحنا بالشركات اللي هو يدخلوه في عمل الجيل ليه؟ لأن فيه في البحث العلمي أثبت بالنتائج وبالرابط اللي هنرفعه لحضراتك اللي بتركيز 3.5% أضع على 39 نوع من نوع الفيروسات بس بتركيز قليل قوي يعني الجيل السبعين في المياه تمام أضع على تركيز يعني أضع على جربنا على 39 نوع من الفيروسات الباحث اللي عمل البحث أضع عليهم فده السيد سيليك أسد ممتاز جدا مش هيقصر على إيدي ولا هيعمل حروق ولا الكلام ده خالص مش هيقصر نهائي فيه رابع حاجة اللي هي ماء الأكسجين ممكن برضو متوفر في الصيدليات H2O2 ده بيستخدم بتركيز 3% منظمة الصحة العالمية اللي قالت كده في الأبحاث ده معقم برضو للإيد والجسد فاحنا المتوفر اللي نصحنا بالشركات السيليك أسد والإيسانول حلو جدا تمام طيب الفكرة أن الشركة أساسا مش بتعمل منتجات طبية فقط ولا منتجات تجميلية فقط لا شركة جانا بريتي هي منتجات تجميلية وطبية مرحبت انتوا أصلا كنتوا نوين تعملوا هاند جيل للكورونا أو عملتوه بعدما الكورونا انتشرت ولا جات الفكرة منين لا والله إحنا بداية كنا نوين إن احنا ننزل الهاند جيل دوت الباب الهاند جيل كان مفترض ينزل مع بداية السيزون الدراسي السندي تمام ده من قبل الكورونا خالص ده من قبل الكورونا خالص إن احنا كنا منزلينه عشان خاطر أطفال يأخذوا معاهم المدرسة كورقاية لهم وطبعا انت عارف حضرتك في المدرسة بقى ما فيش مية وصابون فبيستلموك بديل دول انشغلنا بعض المنتجات التانية فقلنا هننزلوا مع بداية الترمة التانية الدراسي وبالفعل احنا عملناها مع بداية الترمة التانية الدراسي فصادف فكرة أنه فيه كورونا والحمد لله رب العمين لقى قبول كويس جدا عند الجمهور لا حصلش تعديلات لا الحمد لله رب العالمين فاحنا مستخدمين بالفعل الكحول 70% استخدمنا السلسلة الأسد للدكتور تكلم عليه تمام بالاضافة ان احنا استخدمنا المنتول تمام والشطق التجميل يحطينا فيه الجلسرين وحطينا فيه كمان زيود طبيعية احنا عندنا حاجة باللفندر حاجة باللمون حاجة بالورد الشاشة دلوقتي تعرض عليها الشكل الأحمر ده محطيط عليه زيت ورد والأصفر ده محطيط عليه زيت لمون واللفندر اللي هو الموف والشفاف ده الشفاف ده بدون رائح ولا اي حاجة خالص نعم بس هو محطوط عليه بقى المكونات اللي قلت لساعدتك عليها تمام جدا طيب هو اصلا انا ليه استخدم هاند جيل يعني ليه مستخدمش خلاص قلنا الكحول ليه اضرار وكل حاجة بس برضو الهاند جيل ده يعني انا ما شميته دلوقتي لقيت ريحته حلوة فما عليش اصلا ده ما فيه وش كحول فمش هيقتي الحاجة اش معنى الهاند جيل او ايه الفكرة اللي فيه ايه الافضل فيه من الكحول واحنا نصحنا بالهاند جيل لان اولا الكحول ممكن لو طفل وبيستخدمه جنب اللهب او جنب حاجة يحصل اذى فيه بالاشتعال دي اول حاجة فالتاني حاجة الكحول لنسبة تطايره عالية مش بيلحق مش بيلحق تمام فمجرد ما يجف بيحصل تطاير وبيقتل الفيروسات خلال 30 سنة تمام بعد كده بعد ما يحصل جفاف خلاص الكحول تطاير فاحنا التركيبة اللي احنا نصحنا بها الشركة اللي احنا نحط كمان جليسرين مع الساتسيليك أسد لان الساتسيليك أسد اثبت في العلحة العلمية بتركيز تقطة ونص فالمية بعد الجفاف بنص ساعة بيفضل مفعوله مستمر في قتل الفيروسات تبدأ رائع جدا جدا تمام ايه المواد اللي محطوطة على الهان جيل ده ما تسبب ليش الحروق وما تسببش الحرقان اللي بيحصل لنا والجفاف بتاع الجلد والحاجات دي الميزة كمان هنا اللي احنا استخدمنا حاجات السيشن اويل طبيعية زي ايه مثلا استخدمنا اللفندر تمام اللفندر الاسف ناس اللفندر اجيب أسانس اللفندر مش طبيعي وحطوا ريحة كويسة واهم حاجة الريح لا دي كارسل لان انا عاوز الوقت انا عاوز مادة طبيعية ذات فائدة فاحنا كشغلنا في النبطات الطبية لا ده احنا اللفندر زيت اللفندر كمان بنقس فيه نسبة الإصطارات قدي ايه انا عاوز ايه من الزيت اللفندر عاوز ريحة ولا عاوز مادة فعالة بتدي فعلا مفعول عالي طب اللفندر اصلا بيعمل يعني ايه المهم اللي فيه مفيد لإيه اللفندر مفيد جدا للبشرة بيعمل عملية اولا هو مطهر معقم للبشرة بيعمل على الزيت الخلايا الميتة بيشيل الحبوب يعني هو قريدي كمان معقم طبيعي غير ان انتو حطين حاجة معقمة حاجة طبيعية ومعقمة وكمان راحتها كويس زيتها رائح تمام حلو جدا مثلا اللي بزيت اللمون او باللمون ده بيعمل ايه بسلا اللمون جاي من زيت السترونيلا جاي من الليمونين طبعا زيت السترونيلا ده يعني بتكون من عديد من اشياء من الليمونين والليجينول وحاجات كتيرة مطهرة ومعقمة تمام فاحنا استخدمنا اكتر حاجة مطهرة ومعقمة للجلد اكتر حاجة فيها نسبة قضاء على الفيروسات والبكتيريا والفطريات تمام مثلا مين يستخدموه يعني انا لو بشرتي دهنية ينفع استخدم الحاجات دي لان احنا بنرش بقينا الكحول على وشنا فانا ينفع استخدم الهانجل احطه على وشي كمان ولا فيها مشكلة يعمل لي حاسية لا طبعا الميزة هنا اللي نصحنا بها الشركة اللي حط جليسرين طبعا احنا عافين صابونة جليسرين طبيعية المناعمة للبشر فده كمان بيخلب الكحول اكتر بيعمل تخليب يعني بيعمل المسكي للكحول اكتر بيدي مفعول اكتر لعمل الكحول والسلسلك اسب زائد مش بس كده بيدي طراوة للجلد بيدي نعومة للجلد طيب انا بقى لما حطيت عليه للمونين الليمونين حلو جدا للبشرة الدهنية لو عندي بشرة دهنية احط الليمونين بيعمل ايه بقى الليمونين بيعمل على تفتيح المسام بيعمل على يعني دايما نقولها حتى اشرب لمون الناس اللي بشرتها فيها مسام واسعة فده بيقللها ايه وبيقللها وبيقضى على الدهون اللي في البشرة حلو جدا فبيدي مميزات مع كتر الاستخدام انا مش هلاقي احمرار لو بالعكس هلاقي بشرتها بدأت تتفتح بشرتها بدأت فيها نظارة بالاستخدام الحاجات الطبعية اللي بننصح بها دايما الشيك التجميلي الشيك التجميلي والماء الورد نحن كلنا بنستخدم ماء الورد ده حاجة أساسية في حياتنا لجميع البشرة الماء الورد الماء الورد بيدي يعني زي كان زيما يستخدم ماء الورد بيدي انتعاش للبشرة بيدي غانب فيتامين سي فبيدي تغذية للبشرة نفسها وأهم حاجة أنه هو بيقضي على الفيروسات ده أهم حاجة دي أول حاجة دي أول حاجة اللي احنا هتمينا بيه طيب عرفت أنه هو اتقلد ايه مظبوط صح؟ مظبوط وبقى فيه أكتر من منتج بنفس الشكل العام ولكن مش نفس الإفكت ولا نفس أي حاجة طبيعي طبعا أنا لما أروح أشتري أنا أشعر رفني أن ده بتاعكم ولا مش بتاعكم طيب مبدئيا حضرتك لو مساكتي لعبوة كده الطباعة دي طباعة مباشرة على لعبوة ده مش ستيكر يعني حضرتك لو شدتي ده مش هيطلع أبدا تمام الوش والدهر الاثنين ايه فعلا ده مش ستيكر طباعة على لعبوة مباشرة تمام جدا ودي ما حدش بيعملها طبعا غير منتجاتنا يعني أنا ده لو ستيكر ده مش تبعكم ده مش تبعكم تمام الستاند عندنا زي ما حضرتك شايفة بينزل على استاند خشب محدش نزل استاند خشب غيرنا فيه اثنين حاليا قلدونا دولات اللي أنا عرفت أو صلوهم أو شفتهم قلدوا نفس الشكل بتاع الاستاند الخشب مع تغيير الاسم طبعا طبعا تمام كله نزل لون واحد احنا بنتميز ان احنا بننزل أربع ألوان زي ما حضرتك شايفة بأربع روايح مختلفة بأربع روايح مختلفة وكمان بأربع حاجات ممكن تناسب كل بشرة على حد تمام زي ما الدكتور شرح برضو ان اللفندر مفيد لبشرة معينة اللامود مفيد لبشرة معينة الورد مفيد لبشرة معينة في ناس عندها تحسس من الرائحة عملنا كمان بجوء رائحة الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية بتبقى الموضوع صعب جدا مع الناس كتير ولذلك الحمد للرب العمين قدرنا نجمع في المنتج ده ما بين ان احنا يبقى عندنا شق حماية وشق تجميلي تمام جدا والحمد للرب العمين لقى قبول من العمل بتاعتنا وكويس ان الدكتور وضح هنا فكرة ان مش لازم احط وشم عشان خطر اأكد من المنتج ده لا الريحة ولا الاشتعال لان تلعي الموضوع مختلف الموضوع مختلف احنا عندنا هنا حضرتك اكتر من ثلاث حاجات او اربع حاجات معاقمة وبتشيل البكتيريا من اللي حاجات طبيعية وحاجات اللي احنا عارفينها والكلام دوت برضو مش مجرد كلام الكلام دوت بناء على ابحاث علمية الدكتور هيبعطينا ان شاء الله اللينكات بتاعتها وحرارتكم تقدروا تنزلوها بعد الحلقة على صفحة البرنان اللي انا بس عايزة اقوله قبل ما اختم ان انا لو عايزة اشتري المعاقم ده انا باتصل بيكم وقولكم ان انا عندي مشكلة معينة في بشريتي فانتم مش هتدوني اي هندجل اروح اعمل بي ايزي فالفيروسات ماتت لا تدوني حاجة تعالج كمان بالزبط كده الحاجة التانية برضو ان اي حد احنا طبعا المنتجات مش دول بس يعني هو فيه اكتر من 30 منتج للشركة وفيهم حاجات كمان علاجية وفيه تخسيص وفيه للسكر فيه حاجات كتير جدا جدا فانا لو عندي اي مشكلة صحية ممكن اتواصل على الرقم اللي كان ظاهر على الشاشة بالزبط كده واقول لحضرتك المشكلة وبترشح لي المنتج المناسب وممكن تواصله معنا كمان عن طريق الصفحة بتاعتنا صفحة جانبريتي على الفيسبوك بشوفوا الريفيوز كمان بالزبط كده وعطر حضرتكم هتشوفوا كمان الناس رأيها ايه في المنتجات بتاعتنا احنا منازلين بعض الفيديوهات لبعض الناس اللي اديتنا سابورت وديتنا دعم عن المنتج بتاعنا شرفتوني ان شاء الله يبقى فيه حلقات تانية عشان فيه منتجات كتير جدا احنا عايزين نتكلم عنها فاصل قسير جدا وهنرجع لكم تاني شكرا